السلام عليكم طلاب افجعنا لكم حلقتنا الجديدة من حلقات السادس اعدادي طلابنا هذه الحلقة راح نكمل بيها موضوعنا اللي هو الاف الشرطية الحالة الثانية احنا بالحلقات السابقة حلينا واجبات الاف الشرطية الحالة الصفر والحالة الاولى وايضا اشبحنا اساسيات الاف الشرطية الثانية اللي راح ناخذها اليوم هسه راح ناخذها وان شاء الله نتمكن من عدها واذا زاد عدنا مجال ناخذ الحالة الثالثة يلا طلاب ركزوا يانا الحالة الشرطية الثانية شنو اللي هي نفسها شرحها آني بمنهج الثالث تقدر تدخل على قناتي باليوتيوب وتشوف الشرح هو نفسه نصا لأنه هو النفس الموجود بالثالث موجود بالسالس بس انتوا ضايف لكم آني الكود الكود ضايفها إلك للإحتياط حتى أضمن لك المية تمام حتى أضمن لك المية أو المعدل العالي ليش لأن أجدت بالوزارة مرة وأغلب الطلاب ما يعوفوها شنو فأنتوا هواي هنا بالسالس ويمعمق لكم زايد بالمادة مو مثل الثالث الثالث لا أمطيهم ويا بسيطة فركزوا هيا هس إحنا بالحلقات السابقة أخذنا شنو يعني مستقبل بالماضي وإن شاء الله كل إحنا عرفنا شنو هو فهاي القاعدة هسا اكتبتها آني بالجديد حتى أختصر عليك مستقبل بالماضي شنو يعني اللي أخذناه بالحلقات السابقة يعني فاعل ورا الفاعل يجي فعل مساعد اللي هو low would low could واعرفنا الwood من جاية هي الول بالسابق كانت وال بس تحولت للماضي والcode هي من جاية بالسابق كانت كان وتحولت للماضي وقلنا الول مستقبل بسيط والكان أيضا نفس الشغل أيضا مستقبل بسيط إحنا هنا بالمستقبل بالماضي بدل الول رح نستخدم الود وبدل الكان نستخدم الكود فالقاعدة تكون هالشكل اول شي فاعل وبالفاعل يجي فعل مساعد لوود لوكود اي واحد من عدهم وراه يجي مصدر يلا شنو المصدر قلنا معناه فعل رئيسي مجابات هسا موضوعنا شنو طبعا فهمنا هاي الاساسيات شرحناها بالحلقة السابقة موضوعنا الان ننتقل لحالة الاف الشرطية الثانية دقيقة دقيقة اونا بحث ثواني 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 هاي خطأ بالمزل اينا موضوعنا هنا طلب والان ننتقل للحالة الحالة الاف الشرطية الثانية شن هي هاي الحالة ركزوا يا اي اللي هي second conditional يلا ركزوا يا ايش مكتوب second معناها الثانية conditional يعني الحالة الشرطية اللي هي منه second الثانية قاعدتها كالاتي اذا الاف اجدت بالبداية فاللي بعد ايف قلنا هي جملة اف الحلقات السابقة فهاي جملة اف راح تكون ماضى بسيط هالمرة يعني بعد ما اكون مبارع بسيط المبارع البسيط انتهى خلصنا هالمرة ش راح تكون ماضى بسيط وراح نلقى بالطريق فارزة هي الفارزة repeat شنو يجي بعدها يا جملة الجملة الأخرى هالمرة الجملة الأخرى راح تكون مو مستقبل بسيط لعد ش تكون مستقبل بالماضي وش رحتها إليك بالحلقة السابقة وهس رفعت في اليوتيوب زين في حالة إذا الـ F إجدت بالنص طبعا المستقبل بالماضي هاي قاعد تطلاب فاعل وراء لود لوكد واحدة من النثلين كفعل مساعد واحدة من عده وهدور يجي مصدر شنو يعني مصدر يعني فعل رئيسي مجرد زين هسا ننتقل إذا الـ F إجدت بالنص فاللي بعدها قلنا جملة F واللي هي ش راح تكون بالحالة الثانية ش تكون ماضي بسيط زين اللي قبلها اللي هي الجملة الأخرى ش راح تكون مستقبل بالماضي اللي هو أكيد ود ماكو غيرها زين يلا ركزوا ياه عدي أمثلة طبعا حليت هالأمثلة لكم المثال الأول if I have بين قوسين a lot of money فارزة I would travel around the world دي يقل لك correct صحيح يلا ركز هاي الـ F بالبداية اللي بعدها جملة F اللي بعد الفارزة الجملة الأخرى وينجا يختبرني القوس وين حاطة في جملة F زين حسا أريد أعرف هاي يا F أنا أخذت اش كم F من بدأنا نشرح به هنا لحد الآن أخذت اثنين قبل وهاي الثالثة حسا صارنا ثلاثة بالحلقات السابقة أخذنا الـ F الصفر الحالة الصفرية وأخذنا الـ F في الحالة الأولى وهسا رح ناخذ الـ F في الحالة الثانية فصار نشقد ثلاثة يعني يكون أميز بالسابق كنت أشوف وال إذا أشوف وال يعني هاي الحالة الأولى وإذا أشوف مضارع بسيط لو حقيقة ثابتة لو أي ملاحظات اللي اذكرتها إليك حتى نميز الحالة الصفر فأقول حالة صفرية لكن هسا ما رح أشوف لا مضارع بسيط لا حقيقة ثابتة لا أفعال شعور اللي ذكرتها إليك يعني هاي مو الـ F الصفر زين ما شفت الول إذن هاي مو الـ F الأولى إذن يا F هاي هاي الـ F الثانية اللي هي شنو اللي بيها ود شلقيت أنا بالجملة ما دائم لقيت الـ W إذن هاي الـ F اللي هي الحالة الثانية اللي موجودة بالثالث مشروحة هاي يا حالة الحالة الثانية يلا بالحالة الثانية جملة F شا تكون اللي هي دائما ترافق F دائما تجي بعد F شوف وين ما الـ F موجودة تجي هي يا مهن بها زمن بالماضي البسيط زين إذن هسا هاي الـ HUB حت تحولها للماضي أضيف لها عود E D لا هاي شاذة شا تصير تصير هاد وهاذو هين تحلك حلك بس هاي الكلمة المثال اللي بعده If I be a millionaire فارزة I'd buy a big house ديقلك correct صحح ركزوا يا اي هنا هاي الـ I ويمها فارزة عليا ويمها D بمن يذكرك هادا ش قلت لكم آني الـ WIT شون نختصرها يلا هاي الملاحظة الـ I WIT هذا الـ I الفاعل وهذا الـ WIT الفعل المساعد شون اختصرها ويا الفاعل أحذف الـ W والـ O والـ U والـ L يعني أحذف أول أرضع أحرف وخلي مكان انفارزة عليا وأدمجها ويا الفاعل فش الصير الصير آيد يلا من واحد يجي سألك شنو يعني آيد انت ش تقل تقل I WIT الآيد معناها I WIT إذن إذا أشوف آيد يعني معناها شنو I WIT يلا ركز ركز نرجع المثالنا هذا لقينا آيد يلا هاي لأن مختصريها يعني هي بالحقيقة شنو I WIT زين بما أنه أنا لقيت الـ WIT إذن يا طلاب WIT وبعدها مصدر WIT وبعدها مصدر يعني هاي زمن الجملة بها زمن مستقبل بالماضي مهسقة بشوية قلنا قاعدته وشرحناها بالحلقة السابقة وهاي كلها أساسيات بدونها ما تقرأ تفهم فاعل وراها WIT أو COOD أي وحدة من ذنين الثنين وراها مصدر شنو يعني مصدر يعني فعل رئيسي مجرد هس عمي هاي الكود لده واخر وحك بيها فكر لي بس بالWIT فاعل وراها WIT وراها مصدر شنو يعني مصدر يعني فعل رئيسي مجرد زين فهنا لقيت الWIT طبيعية ولقيتها فعل مجرد يعني هاذه مستقبل بالماضي إذن هاي 100% الحالة الفية الشرطية اللي هي الف الحالة الثانية زين هنا أيضا لقيت الWIT بس بحالة الاختصار ويمهل فعل باي مجرد إذن هاذا مستقبل بالماضي إذن هاي 100% الحالة الشرطية الف الشرطية الثانية إذن اللي جملة F بش راح يكون اللي يرافق F دائما اللي يم F دائما يم F زين اش راح تكون بيا زمن يلا شن اللي يرافق F بالحالة الثانية بالحالة الثانية شنو اللي يرافق F الماضي البسيط الماضي البسيط يا طلاب زين إذن هسا هذا القوس كنا خليه ماضي بسيط زين إحنا أخذنا بالأساسيات أول ما بدنا وياكم إنه الفعل B بالماضي يتحول Low was lower وهاي القاعدة حتى شرحتها للثالث Low was lower زين نسى الفاعل Multi I ال I بالماضي المستمر إش ياخد بالماضي المستمر ياخد ووز بحتوى بعضه مفرد لأن ال I معناها أنا إذن هاي ال B رح تتحول إلى was ممتاز وهذا ننتي الحل المثال اللي بعده If I be you فارزة I would take the money ديقول correct صحح يلا هاي ال F بالبداية اللي بعد F هي جملة F اللي دائما نترافقها اللي بعد الفارزة هي الجملة الأخرى يلا ركزوا يا I الجملة الأخرى اللي مجا يختبرني بيها وماكو بيها قوس شي لقيت بيها لقيت بيها ويد وأيضا اللي بعد الود الفعل الرئيسي شنو إجا مجرد خالي من أي إضافة زين ممتاز إذن هاي معناها يا مزمن هذا هذا هاي الجملة اللي هي بالجملة الأخرى يا زمن هذا شاعتبره مستقبل مستقبل بسيط لا مو مستقبل بسيط مستقبل بالماضي مستقبل بالماضي زين المستقبل اللي بالماضي اللي شرحته بالحلقة السابقة ويا من يجي هساش قل للأستاذ منتظر ويا من رح يجي يجي بس ويا الحالة الافية الثانية أو الحالة الف الشرطية الثانية الاف الثانية أو الحالة الثانية اللي هي second conditional الاف الشرطية الثانية حلو جيد جيد إذن إذا هاي الاف الشرطية الثانية جملة الف اللي ترافق الف إيش راح تكون بيها زمن بالماضي البسيط عفية إذن هسا بالماضي البسيط البي تتحول لو ووز لو وير واحدة من ذن الثنين باعتماد على شنو اعتمادا على الفاعل إذا كان الفاعل مفرد تتحول ووز وإذا كان جمع تتحول وير إذن استاذ الفاعل آي مفرد عودت ليش حاصب الجواب وير شنو السالفة أنا قل لك هذا الآي أنا واليو أنت دولة واحد لأثنين دولة اثنين مو واحد إذن ما دام دولة اثنين فل راح يعني نقول جمع فلبيش راح تتحول راح تتحول الى وير هاي الطريقة البسيطة للطلاب اللي ما اشرح لهم ما يستوعبوه بس يمشون حالهم به حتى على قل يجاوبون أحسن ما يظهد شي ما يدري أريد بس يجاوب حتى يحصل درجة كاملة بالامتحان هس راح أبسطها شنو إذا أفهمتها إن شاء الله لأن هي يعني تفيد فهم عمير بس أنت سوي اللي تقدر لها إن ما قدرت لها افهمها على هاي الطريقة البسيطة اللي دا أطيك ياها المهم جاوب لأن هو هذا الجاوب النموذجي هاي الطريقة فاعل معناها أنا اليو وأنت زين ذولة واحد لو ثنيين دولة ثنيين إذا الاثنيين جمع فالبيش تتحول تتحول إلى وير زين أريد نفهمها أكثر ليش دايقول إذا أعني بي يو يعني دايقول لو أنا جنت مكانك شون كان ما دايت حدها I would take the money يعني جنت راح أخذ الفلوس يعني شون كان ما واحد أعب علي فلوس بس أنا وفضتها قلت لو ليش آخر منك فلوس سويت لك آني شون الشايفني مقدي مثلا ليش آخر منك فلوس فصديقي ضاج وإجاني وحشالي شقال لي دايقل لي آني لو منك تتخذت الفلوس شون كان ما جيت حداني أو دي قارن نفسه بي فإذا من هو المستهدف من الكلام هو اللي داي يحكي منه المستهدف المستهدف هو المخاطب لين دايقول لو آني منك أنت تتأخذت الفلوس يعني يجيك واحد يعوض عليك مليار يقل لك هاي مليار هدية ومتاخذ هاي أشو كزيقي آني لو منك تتخذتها وبنيت فيلة وفتحت محلات إزي فإذن المستهدف هو اليو وبما أنه المستهدف هو اليو فإحنا دين نتحدث عن اليو فإذن اعتمادنا بعد منصب على الفاعل ما لنا علاقة بالآي إذن البيت تتحول تبعاً لليو اللي قدامها زين دقيقة هي اليوش تاخذ اليو مفادله جمع عدنا بالانجليزي نعاملها معامل تتجمع بالقواعد لهذا السبب بالمضارع المستمر تاخذ آر اليو وبالمضارع البسيط تاخذ دو وعدنا بالماضي المستمر تاخذ تاخذ وير إذن إذا احتمادي أنا صار علي يو فالبيش راح تتحول راح تتحول إلى وير أفهم ليها بأي طريقة تعجبك بالأولى البسيطة لو بهاي الطريقة المهم أفهم ليها مو تجيني بالامتحان ومصفر زين إذن كأتشي كملاحبة بسيطة إذا يجيك الفعل بي بين قوسين وبعده يو فنعتمد على يو ما نعلاقه بالآي اللي قبله لهنا تمام إن شاء الله تمام زين ويتم إكمال باقي الأمثلة في ملزمة حيدر العيساوي يعني اللي هنا دفتر الملاحظات شنو أخذنا فايدتنا من عدة خلصنا شغاله يا هسأل من نتوجه لملزمة الأستاذ حيدر العيساوي لأن إحنا شنسوي بدفتر الملاحظات نفهم مننا المادة وضوح للملزمة بس نحل بس حل بالملزمة بس ما كدعي نفهم بس نحل هي صح أكو قاعدة وصح أكو تفاصيل لكن دفتر الملاحظات التفاصيل أبسط وأحلى فتش شوية جوز ما رح تفهم يلا بكزوا يا هسأل ريد نحل عدنا مثال ما محلو شو عشو كلها محلولة زين دقاء خلنا ننزل بالله هاي أمثلة هاي أمثلة بس شوف طلاب هاي الأمثلة كلها لأن هذا تمارين مالكتيبيتي بوك تمام صبحة 54 قدك بالكتاب كتاب النشاط تمارين المطلب مالته هو من المطلب مال التمارين يريدهن شنو الجمل كلهن بها حالة ش مكتوب هنا second conditional شنو يعني second conditional يعني يريدهن كلهن بالحالة الثانية فهو ده يقل لك ما يحتاج تدور على دلالة أو فتشي أنا ده أقل لك ذني جمل كلهن حلهم بالحالة الثانية بس يريد يشوفك تعرفت حيل هاي الموضوع جدا بسيط يلا هس أفتهمنا أنه هاي الأمثلة كلهن لازم نحلهم بالحالة الثانية لأنه التمارين هيتشيريد من عندك بالكتاب زين يلا هسا شون نحل خنشوف المثال الأول طبعا هو حالة لك الباقي بدك تتحلى المفروض هاي واجبات أطيكم وياها بس ما حتى نفهم فلازم أحلهم قدنا بكم يلا إذا فراغ طبعا خلنت خيل هذا ما محلول إذا فراغ بين قوسين هاف lots of money إذا فراغ باي a racehorse زين يركزوا يا هاي شون حلها بالحالة الثانية هاي الاف اللي يمهج جملة اف اللي ترافقها بالحالة الثانية بها زمن الصير ماضي بسيط فالهاب تتحول إلى هات اللي بعد الفارزة راح يكون الجملة الأخرى اللي لازم الصير بيا زمن بالحالة الثانية مستقبل بالماضي زين إذن الآي شا خلي بعدها أخلي ود شا أخلي أخلي ود والفعل الرئيسي باي ينزل مجرد مثل ما هو هذا ينتي الحل يلا المثال الثاني ما محلول يلا هسا شريدك آنش دي شريدك إذا أنت فاهم وبطل وفهمت الموضوع وما عندك مشكلة وقف الفيديو وحل قبلي كل ما تخلص حال مثال أرجع شغل الفيديو وشوفه شون أحله وقارن حلك ويحلي يلا المثال الثاني I فراغ بين قوسين not have to spend so long my homework if I have a computer of my own يلا هسا عني شل علاقة بالترجمة وشل علاقة بالمعنى أشوف أكو if وين موجودة بنص الكلام طبعا هو المفروض بالنص مو جوه بس هاي لأن الملزة مصغيرة فنزل لك سطر زين يلا بكزوا ياي موجودة بنص الكلام اللي بعدها جملة F واللي قبلها الجملة الأخرى هاي الملاحظات شرحناها إليك بالF الأولى بس ماكو داعك السعيدة شرحها أنا المفروض تفهمتها علي من حلقات السابقة زين فجملة F اللي ترافق الF بالحالة الثانية لأن هذا التمرين كل يريده بالحالة الثانية شو تكون ماذا بسيط جيد الهاب شو تصير بالماضي الصير حات إذن هذا نحل اللي على اليمين نحل القوس اللي قبل الF بمن ينحل بها زمن اللي هي الجملة الأخرى عفية بالشاطر مستقبل بالماضي يعني شنو بعد الآيش نكتب نكتب ود والنوت وان تقعد أكيد بعد الود لأن الود هي الفعل المساعد والهاب تنزل مجردة لأنها دائما مجردة لأن دائما الود اللي بعدها يجو مصدر مثل الود لأن هي الود مين جايتني شرحت لها لكم بالحلقة السابقة مين جايتني الود جايتني من الود وفهمتك شنون تحولت إذا التمام تابعي الحلقة السابقة رجاء من التابع على حلقاتي تابع من البداية لا تجيني وأنت فاهم من غير مدرس لأن طريقتي تختلف فحتى تفهم على شرحي لازم تبدو ياه من البداية لأن جاي سلسلك المعلومة والملاحظات اللي أرطيك إياها بالحلقات السابقة ما قدرك تساعدها الحلقة صار طويلة زين؟ فالتدام تابعني رح تفهم عليه زين؟ هسه هايفتهمناها إذن هنا الحل يصير would not have والقوس الثاني يصير الحل بي had جايت القوس الثاني الحل بي صير had إذا تريد تندل رابط الحلقات دع نشره إليك بالقناة وإذا تريد تندل قناتي على اليوتيوب سواء كان هذا الفيديو دات شغلة تم تسريبه أو من غير قناة فاسم قناتي هو منتظر سعد هاكب الإنجليزي ماكو غيرها بس تكتبها باليوتيوب تطلع لك حتى بالتليقرام تكتبها تطلع لك تمام؟ فتقدم إن شاء الله تتابع القناة مالتي وشوف الحلقات البداية والتابعوا هاي من البداية وإيشي جديد أنزلها بيها يلا ركزوا هاي حسه المثال الثالث where فراغ you choose where فراغ you choose to live if you فراغ can live anymore in the world يلا ركزوا يا ركزوا يا وين الف هاي إياها بالنص أنا ما لعلاقة بالمعنى أنا ترجعي أقرأ الأمثلة على مودي شوي أقول نطق مالتيك ماكو داعي تقرأه وراي إزي بتيت تقرأ تقول نطق يا ريت إذا هيتش عندك فراغ بس أستتركز لي على المهم هاي جملة الف شو نحلها شفت الف بالنص اللي بعد الف جملة الف اللي قبل الف الجملة الأخرى يلا جملة الف دائما بالحالة الثانية شا صير ماضي بسيط الكان علمتكم بالمستقبل بالماضي شو نحولها للماضي شا صير ش تتحول عفية بالأبطال عفية بالشطار عفية بالنمتابعيني تتحول إلى كود تتحول إلى شنو إلى كود هذي انتوا يحلي هس سأحل القوس اللي علي ساب اللي هو صاير قبل الف اللي احنا شنحتبه هيا جملة الجملة الثانية يلا طوني مجال لأن ما يكفي هذا الفراغ اللي بطنيا بالمزمة راح أحلى هنا جوا جوا هنا جوا أحلى لأن الفراغ هذا قليل ما يكفي ش راح ننزل أول شي حتى نحل بالما أنه لقينا أداة سؤال فتعودنا احنا بالثالث وتعودنا بالأساسيات شنو ينزل بالبداية أداة السؤال اللي هي الوير نزلة الوير وراها أنا ش أريد أجيب مستقبل بالماضي شنو الفعل المساعد مالته أكيد الود ماكو غير الود هو هذا الفعل المساعد مالته وراها من ينزل الفاعل الو نزلة الو زين وراها من ينزل ينزل الفعل choose بس ينزل مثل ما هو مجرد وكمل باقي الجملة اللي هي طولة وكمل للأخير إذا تكمل بعد أحسن لأن حتى تنهي جملةك بعلامة استفهام حتى تأكده بالوزارة أنه أنت فاهم فتكمل باقي الجملة مثل ما هو تكتبه عزين ومن توصل لهاي الف وتوصل لليو هاي كان شنحولها هو منعوفها كان لا قبل شو يحليناها شنحولها نحولها إلى كود ونكتب الباقي لحد ما نوصل لعلامة الاستفهام وننزلها هنا أنت لازم تنزل حل كامل ما يصدح حل حل مختصر حتى توضح لابو الوزاري أنه أنت فاهم متعب شون تخلي الجملة استفهامية وانت فاهم أنه لازم نهاية الجملة علامة الاستفهام فشون تخلي علامة الاستفهام بدون ما تكمل الجملة فلازم تكمل الحل إزين المثال اللي بعده اي فرا لارن اي تمام مي فران ساي شي ود دو ومي حايا شنر بها الدوخة أنا قبل أروح حركيز هاي الف بالنص هاي الف وين لقيتها الف بالنص إزين اللي بعد الف شنو هو أكيد جملة اللي قبل الف شنو هو الجملة الأخرى هو هذا التمعين يميد بي من بالحالة الثانية يلا بالحالة الثانية الجملة الأخرى اللي هي قبل ال-F بي من بالمستقبل بالماضي يعني الآي شخلي بعدها أخلي بعدها ويت والفعل لارن ينزل مثل ما هو مجرد ممتاز يلا هسا الجملة اللي على اليمين اللي هي جملة F اللي ترافق F دائما بالحالة الثانية شتكون بيا زمن ماذا بسيط الفعل ساي شونا حوله للماضي هذا الشوات كنا نحافظه بالشوات اللي حفظتهم لكم سايد حفية بطلة يصرف سايد حاضرت خلصنا هسا ننتقل للمثال الخامس إذا فراغ بي يو إذا فراغ لن أسأل هزا دفايز أباو تأني شسو بالترجمة شسو بالكلام أصلا أنا شلقيت لقيت ال F بالبداية اللي بعد ال F جملة F اللي بعد الفارزة الجملة الأخرى يلا طلاب ركزوا يا ركزوا يا احنا ندرى هذا التمرين كله كون ينحل بالحالة الثانية زين تمام يعني الحالة الثانية أكيد ماضي بسيط بمستقبل بالماضي متقبل غلط فهسا هاي جملة F اللي يمي ال F ماضي بسيط مو زين هذا B بالماضي بسيط تتحول Low was lower لكن قلت لك هسا ملاحظة انه اذا اجاك الفعل B بين قوس انو اجدتي قدام U اعتبرها حالة شاردة يا أخي نعتمد علي من او شو رحل لنا نعتمد علي ما علاقة بالآي زين نعتمد علي هسا البيش رح تتحول وصله where اكيد رح تتحول where ممتاز هسا اللي بعد الفارزة هي الجملة الاخرى الجملة الاخرى بيمن تنحل مستقبل بالماضي بطل اذا الآي تاخذ تاخذ ود ما كو غيرها هي الود والنوت ونقعدها بعد الود يلا مادام ما كو مجال فرح اختصرها رح اكتبها ودنت استاذ ليش لا تختصر تمو علمتنا انو من اختصر اي نعم انا قلت لك لا تختصر لكن علمتك شنو الاختصارات حتى خاف تشوف ودنت لا تستغرب شنو معناها معناها ود نوت بس حسا انا حبيتها تفاياك واختصر لان الفراغ قليل اريد اريد كيف في الحل يلا والاسك شون ينزل ينزل مجرد مثل ما هو تمام فالحل يصير would not ask او wouldn't ask نفسش ليش قعدت النوت بعد الود لان الود فعل مساعد فالنوت وين ترعد دائما بعد الفعل المساعد وهذا الفعل الرئيسي دائما ينزل مجرد ويه الود دائما زيان باحث هنشوف البقية فو ما وقفت التسجيل لا امزيان يلا خنكبه المزلة يا مثال وصلنا يا مثال ما حلينا هذي المثال السادس ها حلو كلها محلولات تابعت شن هاي الحلول الجوة طلعت زيان يلا وصلنا وصلنا المثال السادس she for a look much nicer if she for a wear يلا هاي ال if اللي رافقها بالحالة الثانية شنو جملة if اللي هي شنو بالحالة الثانية شنصير ما ببسيط فالweer شو نحولها للماضي كوناني حافظها من الشوار أصيب war وير يبتدي أو يلبس فصي war ابتدى زين بعد يلركز ريا اللوك هي هاي أنا ما رح حولها ماضي لأ لأن هذا الزمن اللي هنا اللي هي الجو من الأخرى يا زمن شنسميه مستقبل بالماضي أي بالمعنى شو راح نزل بعد الفاعل راح نزل ال with will look شون تنزل مجرد مثل ما هي مثل ما هي تنزل ما أغير بها أي شي انزل فعل مجرد فالحل اللي علي ساب هو with look واللي علي مين war المثال البادر هي فراغ بي مور اتراكتب اف هي فراغ شيف هز بريد اوف ميهم شو اللي علاقة بها الثاني القيت ال if بالنص اللي بعد if جملة if اللي قبل ال if الجملة الأخرى يلا الحالة الثانية جملة if ش تكون مابه بسيط يعني هذا الفعل شغيف لبالأخير أضيف لحرف d فقط هو المفهوض أضيف لإيدي لكن احنا آنوناكم ماخذيها إذا تذكرون قواعد أضافة الإيدي قلنا إذا الفعل ينتهي ب i فحتى أضيف ل الإيدي شغيف ل أضيف ل d فقط وابحت لكم يا الأساسيات زين وشابحيها بالثالث خلصنا هس الجملة اللي قبل ال if اللي هي الجملة الأخرى بالحالة الثانية ش تكون مستقبل بالماضي يعني الفاعل اللي هي ش ينزل بعده فعل مساعد ال would وال b شون ينزل مجرد مثل ما هو ينزل بي كذلك مثل ما هو ما أغير بأي شي لا أحوله ولا أخش ما أسعويله لياش ينزل مجرد بسبب وجود ال would لأن ال would دام نجي بعده شنو مصدر يلا المثال الثامن i farag not marry him even if he be the last man on earth شنو هاي شنو هالحقد هاذا بتقول أنا ما رح أتزوجه حتى لو كان هو آخر رجال بالكون زين يلا ها سبكز ويايا لقيت ال if بالنفس اللي بعد ال if جملة f اللي قبل ال if الجملة الأخرى زين زين أنا أدري أنه هذا الترمين كله لازم ينحل في الحالة الشرطية الثانية يرى الحالة الشرطية الثانية جملة f بمن تكون ما ببسيط إذن هذا الفعل b يتحول low was lower حسب الفاعل إجا بعد you لا ما إجا إذن هاي الحالة الشرطة ما جايتني إذن عليه من أعتمد أعتمد على الفاعل اللي هو منه اللي هو هي اللي هي ما أخذيه بالأساسيات معناه هو مفرد مولو لا إذن ال b شي تحول إلى was إذن ما أخذيه بالمابر المستمر حتى بالثالث اللي هي شي ياخذ ياخذ was خلصنا من هاي الجهة يلا الجهة العليسار شون حلها إذا هاي الحالة الشرطية الثانية إذن هاي الجهة العليسار اللي هي قبل ال if اللي قلنا إحنا ش نعتبر هي جملة جملة أخرى ش راح تكون مستقبل بالماضي يعني هذا الفاعل i ش يجي بعده يجي بعده with وال not تبعد بعد ال with والفعل mary ينزل مثل ما هو مجرد حل لك شي يصير باختصار حل لك يصير with not mary هاذا بس دني ثلاث كلمات كلش كاف يعني ال with تقعد بعد الفاعل كفعل مساعد وال not يقعد بعدها والmary ينزل مثل ما هو مجرد وهذا هو نتاع حل الأمثلة إذن حنشوف شنو هاي ها قد ليش تش والظهر عدو يدي تركها فراغ لكن أكو صار خطأ يلا صير امتحانية هنحلها بس المشكلة لو عايفة فراغ ستقدر أحل بي بس شون أحل يلا خلي شوية أظل لها حتى نحل علي يلا يلا طلاب ها سركزوا يا اي ال f بالبداية اللي بعد f جملة f اللي بعد الفارزة طبعا ها المفوف فارزة بس أكو خطأ كاتبة نقطة خطأ بالطبع اللي بعد الفارزة الجملة الأخرى شي لقيت بالجملة الأخرى لقيت ود ويام بالود شنو لقيت باي فعل مجرد يعني هذا يا زمن هذا زمن المستقبل بالماضي يا زمن هذا مستقبل بالماضي اللي هو الود بس الود ويد ويامها مصدر إذن هذا شاقول عليا شاحتبرها هاي يا حالة الحالة الأولى الحالة الصفر الحالة الثانية الثالثة أكيد الحالة الثانية اللي هسا جاي ندرسها اليوم الحالة الثانية جملة f اللي ترافق f شو تكونوا بها زمن هاي هاي اللي ترافق f بالماضي البسيط عفيا بالبطر يعني الهاب شو تصير بالماضي تتحول إلى هات حلك بس هاي الكلمة الهاب شو تتحول تتحول هات يلا المثال اللي بعده الـ f بالبداية اللي بعد f جملة f اللي بعد الفارزة الجملة الأخرى القيد جملة f بالماضي البسيط الفعل بي ايدي ليش هو الماضي البسيط يتواجد بها حالة من حالات f الاولى لو الصفر لو الثانية اكيد الثانية اللي هسا لنترسها اليوم اذن هاي الثانية يعني اللي بعد الفارزة اللي هي الجملة الأخرى لازم بيمن تكون بياه زمن عفيا بالبطل لازم تكون بزمن المستقبل بالماضي اللي هو منه اللي هو الود يلا ركزوا ياه اللي هو منه اللي هو الود يعني حلك شي صير بعد الآي شنزل تنزل الود والفعل مطينيها بين قوسين جوين هذا شا سوي له ينزل مجرد مثل ما هو ينزل شنو مجرد مثل ما هو حلك يصير ود جوين وهذا ينتي الحل المثال اللي بعده يلا لقيت الود ولقيت فعل مصدر اذن هاي مستقبل بالماضي يعني هاي الافيائف الاف الثانية الحالة الثانية اذن اللي يمهه جملة اف بي من يكون لازم بيها زمن الماضي البسيط الوين شاد هذا شون حوله اللي الماضي شيصير يصيب وون وون وهذا هين تيه الحل المثال اللي بعده الگيت الويد وهذا هو بس الويد اللي قيت وهذا الفعل بي طبعا هي ويد بي يعني ويد ويمها مصدر ويد ويمها فعل مجرد بي لتلاحظ بي ما متحول لا محولي ايز ولا ار فإذن هاي معناها ويد ويمها مصدر زين هو يالزمن هذا ويد ويمها مصدر أكيد هذا مستقبل بالماضي إذن هاي مية بالمية الاف الثانية أو الحالة الاف الشرطية الثانية يلا هاي الاف بالنص فاللي بعد اف هي جملة اف بالحالة الشرطية الثانية جملة اف شا تكون يا زمن ما ببسيط الفعل شايف فعل طبيعي مو شار حتى حوله للماضي شا اضيف له اضيف له اضيف له ايدي بس المشكلة وين انا معلمكم انه دا الفعل انتهى بي قبل لا اضيف له ال ايدي اضيف له دي فقط حتى يصير بالماضي ما يصير اضيف له ايدي واكرر ال اي ما يصير فش راح اضيف له راح اضيف له حارف دي فقط وهذا اصاب بالماضي لهنا خلصنا حال اكو بعض امثلة ها هاي امثلة اختيارات يلا هاي اريد اختبوا بيها ذكائك رجاء لازم هنا توقف الفيديو وتحل قبلي خلى شوفك فاهم لو ما فاهم يلا حلي هذا المثال الله عليك حلي يا هين وقف الفيديو حلي الامثلة ذنة لقدامك ومشي الفيديو وذا عجزت عنهن مشي الفيديو شوفانا شو انا راح احلهن لكن اول شي اختبر ذكائك بلك تفهمت الموضوع يلا وقفته حلو جيد يلا حل جيد ممتاز يلا حس انا راح احل قارن حلك ويأحلي if i had low hab شنختار هاد اختيارات يقلك الفعل شي يكون ماضي لو طبيعي a computer فارزة we could search the internet جاي سنة 2015 مستعش يلا حتى اعرف هاي يا اف احتمال تكون الاولى وذا الاولى المفروض ااخذ هاب لان لازم مضارع والفاعل الاي قلنا بالمضارع البسيط شنعتبره جمع فالهاب منضي في الهاس تنزل مجرده فالحل يصير هاب واحتمال تكون الثانية شو نعرف اروح عائن لما بعد الفارزة اشوف لو القول لو القود زيناني ما لقيت هن اثنيناتهم بس شلقيت لقيت الكود قلنا الكود من يا ربع ربع الويل لو ربع الود عفية بالشاطر الكود قلنا بالحلقات السابقة هي من ربع الود يعني اذا نشوف الكود نعتبه هوا كأننا ما دنشوف الود تخيل للكود دائماً ويد شوف اثناناتها على نفس الوزن كود ويد نفس الوزن والقافية زين فاذا من نشوف الكود معناها دنشوف الود زين هي الود احنا وين نشوفها بالحالة الاولى لو الثانية اكيد بالثانية اذا هسا جملة اف بالحالة الثانية شا تكون مضارع لو ماضي اكيد ماضي زين هو يهو الماضي بيهم الهاب لو الهاد اكيد راح يكون الجواب هو هاد يلا المثال اللي بعده القيت ويد ويمها فعل مجرد مصدر يعني هذا مستقبل بالماضي اذا هاي يائف الاولى لو الثانية هذا مو مستقبل بسيط المستقبل البسيط احنا ما اخذيه فاعل هي وراي يجي وول وراي يجي فعل مجرد هذا المستقبل البسيط لكن احنا اليوم مستقبلنا مستقبل بالماضي شون يصير فاعل هي بدل الول شنكتب نكتب ويد كل فعل ايضا ينزل مجرد شرحتها بالحلقة السابقة وقدت لكم الود من جايتني اصلا جايتني من الول هي كانت ويد بس لانا تحولت للماضي شصارت صارت ويد فلهذا السبب سميناه مستقبل بالماضي زين فهسا لاني لقيت ويد ولقيت يمها مصدر شون يعني مصدر لك فعل ينظر او يبدو الى اكثر من المعنى مجرد خالي من اي اضافة يعني هذا مستقبل بالماضي اذا هاي مية بالمية الحالة الشرطية الثانية الاف الشرطية الثانية زين استاذ قدت ليش دا تدقق لنا انو ويد ولازم بعدها مصدر خوب اختصر انا هقول بس يشوفون الويد يعني هاي الثانية لا عزيزي بهاي مو لان انت شن الثالث شن هيتش اقلك بس هسا انت سادس لازم اوضح لك اقل تفصيلة زين استاذ احتاجها هاي اقل تفصيلة اي تحتاجها لان عندك الاف الشرطية الثالثة راح تخبط لك كل الموازن ديشة اللي راح ناخدها اللي هي اصلا انت ما ماضى عليك بالثالث جديدة من راح ناخدها ايضا بها ويد زين يلا تعالي شون تميز هاي الويد تابعة للف الثانية لو للف الثالثة راح اخليك تميز من خلال اللي ييجي بعدها اذا اللي ييجي بعد الويد تصريف ثالث فنقل هاي الاف الثالثة اما ذي يجي بعد الويد لان عندك نFX فشو نقول هاي الاف الثانية فاذن الويد من يجي بعدها مصدر شوني يعني مصدر علمتكم اكثر من الماضى معناها فعل رئيسي مجرد الويد لما نيجي بعدها فعل رئيسي مجرد معناها هذا مستقبل بالماضي يا مستقبل بالماضي يلا ركزوا إذن مستقبل من ماضي وين يجيني أكيد بالف الشرطية الثانية ماكو غيرها إذن هاي ما دام ف شرطية ثانية فاللي بعد ف هي جملة ف لازم بيمن تكون إذا هاي الحالة الثانية تكون مضارع لو ماضي أكيد تكون ماضي هو ما أختار وير وير مضارع أختار وور ماضي هو هذا الجواب الصحيح المثال البعدة إذا أخذ مسار الأسطentar اهل بالفترة شونا عرف أنا ماقدر أحتمد على هاي الجملة لين هو جاي يختبرني بيها وماكو دلائل إذن أروح عليم أن أعتمد أعتمد على جملة If اللي دائما ترافق ف أشوفها مضارع لو ماضي يلا ركزوا لأي هاذا مضارع لو ماضي شو تقول الopen ضاي في لأ اي دي اوپن يفتح مضارع ضاي في لأ اي دي لا الگيت وز او وير هملع يعني ماكو في اي شي دلع الماضي اذن هذا مية بالمية شا احتبره مضارع زين لما تكون جملة اف بالمضارع يعني هاي ها حالة ماكو غيرها لو الحالة الاولى لو الحالة الصفر واحدة من اثنين هسة انا استبعدت الصفر نهائيا ليش لان هو ما داي خيرني بالمضارع البسيط هو داي خيرني بين الود وبين الول فهي قطعا ما راح تكون ود لان الود بس ويا الماضي انا هذا مو ماضي هذا مضارع فاذا نجاوب اش راح يكون راح يكون وال طلاب هذا الشرح اللي دا اشرح الكيا قد ما تلقابل يوتيوب ليش لان تدري انو اكثر الاساتي دا باليوتيوب يشرحون شرح سطحي والشرح العميق يخلوه بس للخصوصي حتى ينجحهم طلابهم معدلات عالية هذا الشرح انت هسة تتفاجئ بيه اذر بيك للمسامع بيك ازي هسة انت ما دام سادس اختلف الحد شي انا دا اهلك حتى تاخذ المية تريد المية هو هاي الدراسة مو سهلة هي هاي المعلومات اللي جاءت لكياه هو هذا الدرس لا تيجيني بعدين تقللي استاد شو استادي ما شارح ليه شي شي هاي ملك المعلومات لا موجودة بس ما يشرحوها بس للخصوصي انا هسة جاي اشرح الكياه بالمجاني انا ما اشرح لك كل المنهج واشرح الكياه سطحي لا اشرحها واضطحقها بس ما اكمل الكياه حتى اكون صريح وياك النصة فقط باليوتيوب مجاني النصة الثانية اعوضة للبيع او ممكن تقدر تدخل الخصوصي حتى تحصلك غير هذا الشي ما تقدر تحصلك نهائيا الا ذا بعد يسرب بعدها يبحثون اخر زين حسا اللي هنا انا تمام ما عندنا مشكلة اذا هسا جوابنا شنو كان جوابنا كان will زين ممتاز ممتاز عندنا الطلاب هاي الكلمات وحن نحتاجها بعدين تفيدنا اف ايد فين فتر لو انتشنت شوية انسب لياقة اكثر جسمي اكثر هو احنا حسا طبونا عليه من ثيرت كوندشنال اللي هي الحالة الثالثة ثيرت كوندشنال اللي هي الافة الشطية الثالثة ما بدي اطول الفيديو ما رح ناخدها بس رح ناخد هاي الكلمات فقط شوية تفيدك سكير سكير معناها يخاف موفي دايركتر معناها مخرج افلام بروفيشن بروفيشن يعني حرفة اي تاست اللي هو فحص النظر وفت لا اغ او مناسب ازيان نيرفز خدناها هاي بالانشاء نيرفز معناها متوتر ريسكيو خدناها بزيط طارق معناها ينقذ سكير اوف هايت يخاف من الاماكن المبتفعة سكير يخاف اوف هايت من الاماكن المبتفعة والله انا اعدي هاي الفوبيا لزين هسا الهنا تمام ما عدنا مشكلة جاي الهنا ننهي حلقتنا ونكملوا ياكم بالحلقة الجاية على الافة الشطية الثالثة وان شاء الله رح تشوفوها سهلة ومو صعبة بس تابعنا صح وابدوا يا ابن البداية رح كل شي تفهم اشتركوا في القناة